من القصة المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية معنا مباشرة أحيك إذن دانا جانتس يتحدث هنا وهو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق على أن الاتلاف الحكومي يشكل خطرا على إسرائيل فكيف تبدو التفاصيل في هذا الاتلاف الحكومي الذي يوصف بأنه متطرف ويؤدي إلى الإرهاب سواء كان للمستوطنين أو للفلسطينيين في نفس الوقت نعم بعد التحية دانا نقول بسبب هذه التصريحات عادت التراشقات الإعلامية بين وزراء في المعارضة الإسرائيلية وبين وزراء في الاتلاف الحكومي على رأسها تصريحات بني جانتس وزير الأمن والدفاع السابق الإسرائيلي الذي عبر عبر موقع اكس تويتر سابقا الذي قال فيه بأن هناك تواطئ وفي رسالة ضمنية ينتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قولو بأن هناك تواطئ من قبل الاتلاف الحكومي أو الحكومة الإسرائيلية وعدم وجود قيادة وطنية وعدم دعم الحكومة الإسرائيلية لقوات الأمن لتنفيذ مهامها في الضفة الغربية هذا كله سيؤدي إلى مزيد من العنط بين الفلسطينيين والإسرائيليين لسيما بعد أحداث برقة الأخيرة والتي أدت إلى استشهاد الشاب قصاي معطان البلغ من العمر 19 عاما جاءت هذه التصريحات بعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين هناك وتحديدا في مناطق شمال الضفة الغربية ووصف ما حدث من اعتداءات من قبل المستوطنين بأنه إرهاب قومي وهذه التصريحات تشابهت بتصريحات سابقة أيضا لبني جانس في الاعتداءات التي حدثت مؤخرا سواء في حوارة أو في نابلس أو في العديد من مناطق الضفة الغربية كذلك الحال قال إثمر بني كبير وزير الأمن القومي الحالي قال في تصريحات أيضا أنه كل مستوطن يشعر بالخطر من حجارة فلسطينية فيجب عليها أن يقتل هذا الفلسطيني ومن يدافع النفس ضد حجارة الفلسطينيين يجب أن يلقى شهادة تقدير أي بأن هناك تحريض رسمي وواضح من قبل وزراء في الاتلاف الحكومي لتنفيذ هجمات واعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين وهذا ما أثار حفيظة بني جانس في تصريحاته الأخيرة الذي وصف بأن هناك أيضا انجرار من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية بما وصفه بتصريحات عنصرية وكان يلمح ويلوح في تصريحاته هذا إلى إتمار بن كبير بعد تصريحات الأخيرة التي تتمثل بالدعم هذا الإرهاب كان ننوه في حديث أيضا لربما كان هناك انذار استراتيجي وهو الأهم في المنظومة الأمنية العسكرية والذي أوصل رئيس الشباك أو رئيس الأمن العام الإسرائيلي إلى الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها إلى بن يمين نيتنياهو بأن استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية سيؤدي إلى انذار استراتيجي ماذا يعني هذا المصطلح؟ يعني أن المزيد من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين يعني المزيد من العمليات التي تنفذ وينفذها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية ولربما كان هناك ربما حدث في الأسابيع الماضية في اقتحام واغتيالات قادة في جنين وبأن كل هذه الاعتداءات سيسفر عنها مزيد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية وهذا ما حدث فعلا هل له علاقة باعتقال شرطة الاحتلال لاثنين من الإسرائيليين في الضفة الغربية؟ لربما بعد كل الاستنكرات سواء الدولية أو حتى من داخل هذه الحكومة الإسرائيلية حاولت الحكومة الإسرائيلية تبيض وجهها باعتقال اثنين من المستوطنين الذين نفذوا هذه الاعتداءات وحتى في بياناتها تحاول تخفيف وطأة هذا الحدث بقولها أن عناصر الأمن الإسرائيلية لم تكن موجودة في برقة وأن هناك مجموعة من المستوطنين قدموا لرعي الأغنام هناك وكان هناك مواجهات ما بين الفلسطينيين وكأن من بدأ بالفعل هو الفلسطيني بإلقاء الحجارة ما أدى إلى إطلاق نار من قبل مستوطن على فلسطيني أدى إلى ارتقاء الشهيد لذلك كان هناك اعتقال مستوطنين اثنين تقول الحكومة الإسرائيلية أو المحكمة الإسرائيلية بأن هناك تمديد لاعتقال المستوطنين الذين تسببوا في إلحاق أدرار سواء في المركبات أو في منازل المواطنين أو حتى في ارتقاء الشهيد قصي لذلك سيكون هناك تمديد لاعتقالهم حتى خمسة أيام ولم يتم حتى اللحظة توجيه أي لائحة اتهام ولكن تقول بيانات الشرطة بأن هناك تحقيقات جارية في هذا الموضوع لكن بالنسبة لكلام بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق حول ما قاله كيف يمكن أن يؤثر ذلك على سير الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو وهي معروفة بتطرفها دانا نعم نعم دانا نقول أن تحاول المعارضة استغلال أي تفوات أو أي تكبوات تنتج عن وزراء إلاف الحكومة لزيادة هذا الشرطة الجبهة الداخلية الإسرائيلية ما يحدث في إسرائيل من تظاهرات للأسبوع الحادي والثلاثين على التوالي ضد هذه الحكومة الإسرائيلية هذه التصريحات تؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية أو الائتلاف الحكومة الأكثر يمينية ومتطرف سيجر إسرائيل إلى الهاوية سيكون هناك عدم أمن وأمان تصريحات بني جانسية ليست لصالح الفلسطينيين لأنه لا يريد اعتداءات مستوطنين على الفلسطينيين بل ربطها بأن أي اعتداءات من المستوطنين سيكون هناك رد فعل من الفلسطينيين وبالتالي سيهدد أمن دولة إسرائيل وسكان دولة إسرائيل إلى الخطر وهذا يتزامن مع الخطر الذي تعرض ويعرض الائتلاف الحكومي في إسرائيل خاصة في ظل تمرير مشاريع القوانين أو المصادقات التي تتم من خلال الكنيسة الإسرائيلية بهذا القول يريد بني جانس يقول أن الائتلاف الحكومي هو غير قادر على إدارة الأزمات في إسرائيل وبأن بأفعاله سواء في داخل إسرائيل أو في الجبهة الداخلية الإسرائيلية مع الموارضة أو في الجبهة مع الفلسطينيين فإنه يخطأ ويجر المنطقة إلى عنف أكثر فأكثر وربما إلى حرب أهلية أشكرك هذه التفاصيل من القدس المختلفة كنت معنا فيها دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية شكرا لك دانا